بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المصلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دال لكثير الحدود لبكالوريا 2016 شعب أدبية نشابة أداب وفلسفة وأداب ولغات حيث قال نص التمرين قال لتكون الدال لأف المعرفة على آر يعني من ناقص ملانية إلى زائد ملانية بالعبارة أف لإكس تساين إكس قوة ثلاث ناقص ستة إكس مربع زائد تسعة إكس قال سي أف تمثيلها البيان في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي جي قال أحسب نهاية أف لإكس لما إكس يأول إلى ناقص ملانية ولمت أف لإكس لما إكس يأول إلى زائد ملانية إثنان آرف قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس فإن أف فتحة لإكس تساين ثلاثة إكس ناقص ثلاثة في إكس ناقص إكس ناقص ثلاثة قال أدرس اتجاه تغير الدالة أف ثم شكل جدول تغيراتها ثالثا آرف قال أكتب معادلة المماس تي للمنحاني سي أف عند النقطة أ ذات الفاصلة إثنان ثم قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس فإن أف لإكس ناقص ناقص ثلاثة إكس زائد ثمانية تساين إكس ناقص إثنان لكل قوى ثلاثة قال استنج وضعية المنحاني سي أف بالنسبة إلى المماس تي ثم قال برر أن أ نقطة إنعطاف للمنحاني سي أف رابعا آرف قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس فإن أف لإكس تساين إكس في إكس ناقص ثلاثة لكل مربع قال بقى جد إحداثيات نقطة تقاطع المنحاني سي أف مع حامل محور فواصي يعني مع مع إكس إكس فتحة خامسا قال أحسب أف لأربعة ثم أنشئ المماس تي والمنحاني سي أف في المعلم المذكور هو أو إي جي إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصلة ناتي للإجابة على السؤال أول قال أحسب لميت أف لإكس لما إكس يأولى نقص ما لا نهاية إذن نكتب هنا حساب ماذا؟ النهايات هنا يوجد لنا نهايتين إذن فتصبح لنا هكذا تصبح لنا لميت أف لإكس لما الإكس يأول إلى ناقص ما لا نهاية تصبح تساوي لنا لميت الإكس قلنا يأول إلى ناقص ما لا نهاية لمن؟ لهذه العبارة ها هي العبارة أبناء انظروا جيدا هذه وهنا نضع الأقواس تصبح تساوي في الدالة كثير الحدود اسمعوا جيدا نأخذ أكبر حد في الأس مع معامله يعني إذا كانت هنا ثلاثة أو إثنان في هذا المكان نأخذها معهم تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوي لنا لميت إكس قوى ثلاثة إذن هنا إكس قوى ثلاثة لما الإكس يأول إلى ناقص ما لا نهاية أعيد هنا إذا وجد أي عدد مع الإشارته توضع في هذا المكان وحذروا أن تعطى لكم أمور غير مرتبة المهم إذهبوا إلى العدد الإكس الذي له أكبر أس مع معامله معناه هنا المعامل هو واحد ونأتي ونعوذ هنا ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية لاحظوا جيدا ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية الناقص في الناقص زائد في الناقص بحلنا ناقص بحلنا النهاية هي ناقص ما لا نهاية بنفس الخطة الآن أبنائي لحساب الزائد ما لا نهاية في الزائد ما لا نهاية كذلك نقول لميت أف لإكس لما الإكس يأول إلى زائد ما لا نهاية تصبح تساوي لنا أكبر حد وهي limit x قوى ثلاثة لما x يقول قلت إلى الزائد مالا نهاية زائد مالا نهاية في زائد مالا نهاية في زائد مالا نهاية ماذا تعطي لنا؟ الزائد في زائد في زائد يعطي لنا زائد يعني تعطي لنا زائد مالا نهاية إذا النهاية عند الزائد مالا هي زائد مالا وعند النقص مالا هي نقص مالا إلا أن هنا إحذروا إذا وجدت هنا ناقص في هذا المكان فعند النقص مالا نتبع لكم هكذا ناقص ثم ناقص مالا نهاية في ناقص مالا نهاية في ناقص مالا نهاية انظروا جيدا الناقص في الناقص زائد في الناقص ناقص في الناقص زائد تصبح لنا هذه يوجد لنا أربعة ناقص واحد اثنان ثلاثة أربعة بما أن الناقص عدد الزوجية تعطينا زائد وعند الزائد ما نتصبح لكم هنا ناقص مالا نهاية هذا إذا وجدت مكتوبة بهذا الشيء أما إذا وجدت مكتوبة هنا بأعداد العدد لا يؤثر من هو الذي يؤثر على الملنية وهو الإشارات فقط أبنائي نتي بعدها إلى الفرع الآخر قال إثناني بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي X يعني من نقص مالية زمية فإن F فتحة لX تساوي لنا 3X نقص 3 في X نقص 3 إذن نكتب هنا البرهان أو التبيان أن F فتحة لX تساوي لنا 3X نقص 3 في X X نقص 3 هنا أول شيء نأتي بالعبارة التي هي عبارة الدلة ونقوم باشتقاقها ركزوا هذا الأمر الأول إذن فتصبح لنا F فتحة لX تساوي اسمعوا جيدا في المشتقة أنه هذا الأس ينزل تصبح لنا 3 في X ونقص له درجة كم كانت درجته درجة دو كانت ثلاثة تصبح لنا إثناني ثم نقص هذا كذلك ينزل إلى هنا تصبح لنا إثناني في ستة اللي هي كم إثنى عشر كم كانت قوته إثنان نقص لها درجة تصبح لنا قوة واحد معناها لا دائع أن نكتب واحد لأننا نقول X لما نقول X معناها نقصد بها قوة واحد أما إذا كان العدد مضروف في X فقط فيبقى لنا في المشتقة إلا العدد أما إذا كان العدد مثلا المشتقة 9 مثلا لوحده بدون X هو صفر مشتقة العدد بدون X هو صفر اسمعوا جيدا مشتقة مثلا X ما هو يبقى إلا العدد مضروف في X العدد مضروف في X هنا ليس صفر هو واحد مشتقة ناقص مثلا X هذا الرمز الذي أجعله هنا هو رمز المشتقة هو مضروف في ناقص واحد معناه مشتقة وهو ناقص واحد مشتق مثلا إكس في جذر ثلاثة مشتقه هو جذر ثلاثة اسمعوا جيدا كل عدد مضروف في إكس لما نشتقه يبقى لنا إلا العدد اسمعوا هذه القواعد هذه هي المشتقة التي نحن بصدر نحن توصلنا إليها وهو يريد مننا أن نصل إلى هذه ما علينا أبنائي إلا أن نأتي بالمشتقة التي أعطيت لنا ونقوم بنشرها فنجدهم أنهم متساويان نقول لدينا ماذا لدينا؟ لدينا هذا الأمر نقوم باشتقاقه تعالوا عفوا بنشره ليس باشتقاقه نعتذر فقط سبحنا هذا في هذا ثلاثة إكس في إكس سبحنا ثلاثة إكس مربع ثم هذا في هذا سبحنا ناقص تسعة إكس ثم هذا في هذا ناقص ثلاثة إكس ثم هذا في هذا الناقص في الناقص بحلنا زائد تسعة تصبح تساوينا ثلاثة إكس مربعة ناقص إثنى عشر إكس زائد تسعة وتساوينا كم؟ تساوينا آف فتحة لإكس التي توصلنا نحن بها هي أمامكم إذن فماذا نقول؟ ننشرها قبل كل شيء نشتق هذه القيمة ونضعها نجدها أنها مساوية للعبارة هذه لما ننشرها وانتهى الأمر هكذا نقول ومنه الإجابة ومنه ماذا نكتب؟ نكتب أن هذه المشتقة هي هذه فقط إذن أعيد نشتق هذه القيمة ونضعها ونأتي إلى هذه العبارة ننشرها فنجدهم أنها متساويتان وهو الجواب فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى أدرس انتجاه تغير أدالة أف إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير أو تغيرات تغير الدالة أف على مجال التعريف على أر إذن نقول لدينا أنه ماذا؟ لدينا أن أف فتحها هي قيمتها التي برهنها في السؤال الذي قبله إذن نبدأ نقول أف فتحها لإكس تساوي السفر ماذا يعني؟ يعني أن هذه القيمة التي برهنها هذه هي التي تساوي السفر جداء عددين يساوي السفر سمعوها إذا كان عندنا أ مضروب في بي يساوي السفر فالرياضية تقول إما الأول يساوي السفر أو الثاني يساوي السفر ما معنى؟ معنى إما ثلاثة إكس ناقص ثلاثة تساوي السفر أو من؟ أو إكس ناقص ثلاثة هو الذي يساوي السفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا ثلاثة إكس يساوينا ثلاثة ومنه إكس ماذا يصبح يساوي؟ يصبح ثلاثة وهذا يأتي إلى المقام على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة وهي واحد إذن المشتقة تنعدم عندها واحد ثم ننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج لنا أن إكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ثلاثة إذن عندها ماذا تنعدم المشتقة؟ وعند الواحد والثلاثة فنضع هنا الجدول نقول إكس من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية وهي مجموعة التعريف من هو قلنا المسؤول عن هذه الإشارة وهذه القيمة نضعها في هذا الموضع كما أشير هنا في الجدول أين إن عدمت؟ إن عدمت عند الواحد وعند الثلاثة إذن هكذا رمز الإنعدام وهنا كذلك يمكن أن يكمل سوف تلاحظون لماذا أفعل هذه وهنا عندنا رمز المشتقل هو الفتحة لإكس تقول قاعدة لاحظوا جيدا وركزوا معي سوف نأتي بعبارة المشتقل التي قمنا نحن بحسابها التي قمنا بحسابها ها هي أمامكم انظروا ها هي إنها عبارة من الدرجة الثانية انظروا العدد المضروف في الإكس كيف إكس مربع؟ إنه موجب فتقول قاعدة هنا خارج وهنا خارج نفس إشارة هذا العدد نفس إشارته إشارته كيف هي؟ هي موجب إذن نضع خارجا موجب لو كانت هنا ناقص لو وضعنا هنا ناقص وهنا تقول خارج مجال جذرين موجب والداخل سالب ليس سالب نقول عكس الرياضات تقول عكس ليس سالب يعني الذي وجدناه هنا إشارته نضعه هنا وهنا وبالداخل نعكسها فتصبح أن الإشارة هذه هي نفسها إشارة الاف فتحة لإكس فماذا نكتب هنا كتغيرات؟ نقول كجمع اللغوية الدالة اف كيف هي؟ متزايدة على المجال الذي فيه الزائد من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا يعني ماذا؟ معناه من ناقص مال نهاية إلى الواحد اتحاد من ماذا؟ من الثلاثة إلى غاية زائد مال نهاية ومتناقصة على المجال ما هو؟ المجال الذي فيه ناقص من هنا إلى هنا لهو من واحد إلى عفوا قلت من الواحد إلى ثلاثة دالة كيف هي؟ متناقصة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الأمر يمكن مباشرة أن نأتي إلى جدول اسمه جدول التغيرات نحتاج هذا الشكل فقط هنا في جدول التغيرات عندنا هنا إكس من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية وعندنا المشتقة قلنا هي آف فتحة لإكس إن عدمت عند ماذا؟ عند قلنا الواحد والثلاثة يقول أحدكم أين هذا الكلام؟ ها هما أمامكم إذا قلنا تنعدم عند الواحد والثلاثة ونضع رمز الإعيدان هنا وهنا ننقل تلك الإشارات التي قلنا هنا زائد وهنا زائد وهنا ناقص هذا هو الشيء الذي وجدنا وفي الجهة التي بقيت هنا مجال صور لهو آف لإكس آف لإكس معناه زائد نرتفع هكذا ثم هكذا ننزل إن شاء الله تقول إنزل وهكذا نقول نرتفع نأتي الآن النهايات كم وجدنا النهاية عند النقص مال نهاية وعند الزائد مال نهاية هم أمامكم عند النقص مال نقص مال نهاية وعند الزائد مال نهاية زائد مال نهاية معناه نعيد نقلهم كما وجدناهم هنا نقص مال نهاية وهنا زائد مال نهاية يبقى لنا الإشكال الذي الكثير من الطلبة يعني لا يجدونه وانظروا وقرأوا هنا معي إكس فماذا هنا أف لإكس إذن هنا واحد فنقول أف لواحد إذن هنا نضع أف هكذا أف لواحد وهنا ماذا وهنا أف لثلاثة لكن هنا مطالبون بحسابهم أعيد إكس أف لإكس واحد أف لواحد ثلاثة أف لثلاثة إحذروا أن تحسبوا في المشتقى في المشتقى تجدون صفر إذن هذه انتبهوا منها إذن فماذا ما علينا إلا أن نأتي بعبارة ونعوذ بالواحد ونعوذ بالثلاثة لما نعوذ هنا بواحد فماذا واحد قوة ثلاثة هو واحد واحد مربع هو واحد في ناقل ستة واحد في تسعة هو تسعة سبح لنا هذا مع هذا كم عشرة ناقل ستة هي أربعة إذن هنا يمكن أن ننزع هذا كليا ونضع العدد الذي اسمه ماذا اسمه أربعة في نفس الخطة الآن نقوم بخساب صورة ماذا؟ صورة ثلاثة صورة ثلاثة هنا ثلاثة 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 مكعب ليه ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة تعطينا 27 وإن لم تجدوا ذلك استعملوا الألحاسيب ناقص هذه تسعة تسعة في ستة تسعة في ستة تعطينا 54 ناقص كم؟ ثلاثة في تسعة 27 ماذا تعطي لنا؟ لاحظوا نقطة أبنائي كي تتعلموا تعطينا هذه 54 ناقص 54 وتعطي لنا صفر إذن ما علينا الآن أبنائي إلا كتابة صورة آف لثلاثة كم قلنا وجدناها؟ وجدناها صفر ها قد الآن أنهينا جدول هذه التغيرات بعدما أنهينا جدول التغيرات ونكتب هنا عنوان جدول تغيرات الدال آف على مجال التعريف وهو على آر بعدها نأتي مباشرة إلى السؤال الذي جاء بعده أكتب معادلة المماس تي للمنحاني سي آف عند النقطة أ ذات الفاصلة إثنان إذن نكتب هنا معادلة المماس الذي اسمه تي عند ماذا؟ عند إكس سيفر أو آ يساوينا إثنان نحن هنا نعلم معادلة المماس كثير أنه يكتب تساوينا كذلك؟ لا نقول أول شيء إيجراد يساوي أول شيء يجب أن تكتبها إيجراد يساوي إيجراد يساوي أن آف فتحة لإكس صفر أو آ مرة نجدها آ في إكس ناقص إكس صفر زائد آف لإكس صفر الإكس صفر هنا في مثالنا كم؟ هو الإثنان إذن نضع هنا إثنان وهنا إثنان وهنا إثنان فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن إيجراد يصبح يساوي إذن هكذا ما علينا الآن إلا أن نعوذ في المشتقة ونعوذ في الدلة في المشتقة نعوذ بالعدد كم؟ إثنان لأن عندنا آف فتحة لإثنان فتصبح لنا هنا إثنان 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 تصبح لنا ستة ناقص ثلاثة في إثنان ناقص ثلاثة اللي هو ناقص واحد وتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ستة ناقص ثلاثة اللي هي ثلاثة في ناقص واحد وتعطي لنا كم؟ ناقص ثلاثة إذن نكتب هنا ناقص ثلاثة في في إكس ناقص إثنان زائد آف لمن؟ آف لإثنان آف لإثنان كذلك نأتي بالدال ها هي ونعوذ في كل مكان من X ب 2 هنا 2 2 2 2 فماذا ينتج تصبح لنا 2 في 2 الكثير يقول 6 لا هي 8 ناقص 2 في 2 4 4 في 6 تصبح 4 و 20 ناقص زائد 2 في 9 18 فتصبح لنا كم هذا مع هذا تصبح لنا 26 ناقص 24 و 20 وتساوينا كم تساوينا 2 إذن نضع هنا 2 نكمل الآن عملية النصر نصبح لنا Y ننشر هذا في هذا تصبح لنا ناقص 3X وهذا في هذا زائد 6 زائد 2 تصبح لنا Y يساوينا ناقص 3X ناقص كم زائد العدد 8 إنها معادلة من إنها معادلة المماز T عند الفاصلة 2 فقط أبنى بعد ما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي X فإن F لX ناقص في ناقص 3X زائد 8 اللي هو معادلة المماز انظروا ها هي نفسها تساوي لنا X ناقص 2 لكل مكعب إذن نكتب هنا البرهان أن هذه المساواة موجودة مهما كان X ينتمي إلى R هنا ما علينا إلا أن نحسب هذا الجزء لوحده وننشر هذا الجزء ونجدهم كيف هما متساويان إذن فنقول F لX ناقص ناقص 3X زائد 8 تساوي F لX لهي X قوة 3 ها هي إذن X قوة 3 ناقص 6X مربع زائد 9X ناقص ندخل على هذا الناقص تصبح لنا زائد 3X ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص 8 تصبح تساوينا X قوة 3 ناقص 6X مربع وهذا مع هذا تصبح لنا زائد 12X ناقص 8 هذه الجزء الأول هذا الجزء الأول نتركه نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الثاني علينا أن ننشره ما هو اللي هو X ناقص كم ناقص 2 لكل قوة 3 هذا في الأصل ما هو هو X ناقص 2 الكل مربع في X ناقص كم ناقص 2 يقول أحدكم لماذا جمع الأسس هذا أسس هو 2 وهذا 1 لما نجمعه تصبح أس 3 الآن هنا نطبخ تصبح لنا تساوي هذه متطابقة شهاية رقم 2 تصبح لنا مربع الأول زائد مربع الثاني اللي هو 4 ضعف الجداء ناقص ضعف الجداء هل هو ناقص 2 لا هو ناقص 4 X في الثاني اللي هو X ناقص 2 نكمل الآن عملية النشرة فتصبح لنا هذا في هذا كم تصبح لنا X قوة 3 ثم هذا هنا تصبح لنا ناقص 2 X مربع ثم هذا في هذا تصبح لنا كم زائد 4 X ثم في هذا تصبح لنا ناقص X مربع ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد كم زائد 8 X فتصبح لنا تساوي X قوة 3 ناقص لاحظوا جيدا هذا مع هذا كم يعطي لنا ناقص 6 X مربع يعني هذا انتهى هذا مع هذا وعندنا هذا مع هذا كم يعطي لنا يعطي لنا زائد 12 X ثم تبقى لنا ناقص 8 لاحظوا إلى العبارة الثانية ألا تلاحظون أن هذه وهذه متساويتان نقول لاحظوا جيدا يا أبناء لاحظوا إذا جئنا بهذه نقول من 1 و2 نقول هكذا من من 1 و2 نجد أن ماذا نجد أن نجد أن العلاقة التي أعطيت لنا هي هذه العلاقة فإنها صحيحة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن استنتج وضعية المنحني CF بالنسبة إلى المماس T إذن نكتب هنا استنتاج ماذا وضعية CF بالنسبة إلى المماس T نقول لمعرفة لمعرفة أو لدراسة لمعرفة وضعية منحني CF بالنسبة لأي مستقيم بالنسبة إلى T في مثالنا هذا ندرس إشارة هذه دائما الوضعية الوضعية دائما نقول ندرس إشارة F لإكس ناقص إجراج الأف لإكس هي هذه والإجراج هو هذا لكن لا ننسى يا أبنائي أن هذا الإجراج هو نفسه هذا الذي وجدناه هنا الفرق فتصبح لنا ماذا فتصبح ونقول ولدينا ماذا نملك أنه هذه أنه F لإكس ناقص إجراج الإجراج هو هذا وهذا هو نفسه هذه القيمة لاحظتم يعني كممهد لهذا السؤال قال استنتج إذن فوجدنا أنه F لإكس ناقص ناقص ثلاثة إكس زائد ثمن اللي هي معادلة النماس تساوي إكس ناقص إثنان لكل مكعب إذن نقول إشارة الفرق من إشارة ماذا من إشارة إكس ناقص إثنان الكل قوة ثلاثة إذن نقول إكس ناقص ثلاثة عفوا إكس ناقص إثنان الكل قوة ثلاثة تساوي السفر بما أن هنا الأن متعلق بالسفر فإن إكس ناقص إثنان هذا هو الذي يساوي السفر إذا كانت حتى قوة آن هنا قوة عشر قوة أربعة عشر قوة عشر قوة واحد وعشرون تساوي فإن الذي يساوي هو هذا لوحده فقط معناه إكس ناقص إثنان هو الذي لكن احذروا هنا جيدا بما أن هنا عندنا القوة فردية لأن هذه القوة فردية هي في الأصل إكس ناقص إثنان الكل مربع في إكس ناقص إثنان يساوي السفر هذا دائما موجب ينعدم إلا عند لو يأتي هذا إلى هنا فماذا يسبب يسبب عندنا إكس كم يساوي يساوي إثنان إذن فإن هذه القيمة عند الإثنان عوض إثنان ناقص إثنان إثنان إذن لكن بما أن القوة فردية فيصبح لها عندها تأثير لو كانت هذه القوة هنا زوجية مثلا قوة أربعة فأنت نقول موجب دائما موجب لكن بما أن هنا قوة فردية فالفردية هي كيف فككت هي القوة زوجية والزوجية دائما موجب أما هذه فتتغير مرة موجب مرة سريبة فيمكن أن نلخص هذا الأمر هنا في هذا الجدوى البسيط إذا قلنا هنا X من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية من هو المسؤول قلنا هو X ناقص إثنان أين ينعدم ينعدم عند الإثنان هنا نفس وهنا عكس عكس ماذا نفس إشارة المضروبة في X هنا عندنا زائد وهنا عندنا ناقص فتصبح هنا الوضعية وهي F X ناقص Y نفس الإشارة هذه نمدها تصبح ناقص زائد نكتب هنا الوضعية الوضعية هذه نلخص هنا في الجدول هكذا ركز الجهة التي فيها ناقص ماذا نقول نقول C F أسفل ماذا أسفل T سمعوا جيدا هنا في الزائد نقول C F في هذا المكان الذي فيه الصفر نقول C F يقطع يسمعوا جيدا يقطع T إذن في الناقص نقول أسفل في الزائد نقول فوق في الصفر نقول ماذا نقول يا أبنائي يقطع وانتهى الأمر هذه الوضعية إذن أعيد بما أن هذه القوة فردية فتقسم إلى الزوجية الزوجية دائما مجابة لكن يبقى لهذا تأثير أن قوة فردية ها هي إشارتها فقط أبنائي نأتي بعدها إلى السؤال الذي جاء بعده قال برر أن E نقطة إنعطاف للمنحني CF برر أن E من هي الأ تذكروا أولا لو نعود الآن إلى الأ ها هي الأ يا أبنائي لاحظوا جيدا ها هي أكتب معادلة المماس T للمنحني CF عند أ أ كم هي إثنان و F لإثنان إذن F إحداثي هي الأ ها هي الاثنان و F لإثنان F لإثنان ما هي لاحظوا جيدا F لإثنان لو نعوذ هنا قلت بإثنان وهنا بإثنان وهنا بإثنان وهنا بإثنان قلنا تصبح لنا نأ الثمانية ناقص كم أربعة وعشرون قد حسبناها زائد ثمانية عشر قلنا واثنان وهي على محور الفواصل اثنان وعلى محور الترتيب اثنان اذا هنا قال برر نقول التبرير هناك عنوان التبرير أن نقطة نقطة ماذا انعطاف لاحظوا نقطة انعطاف لمن للمنحناء الذي اسمه سي اف هنا بما أن السؤال برر معناه إلا من هذا الجدول فقط نقول هكذا اسمعوها جيدا لا تذهبوا إلى المشتقة الثانية التنعدم وتغيروا إشارة إلا من هذا الجدول يمكن ذلك نقول بما أن ماذا ت اللي هو الماماس نكتب هنا أفضل الكلمة الماماس ت يخترق هذا هو أهم نقطة يخترق المنحناء سي اف يخترق ها هو أين يخترق يقول أحدكم أين يخترق يا أستاذ في كلمة يقطع إذن بما أن الماماس يخترق المنحن سي اف في النقطة من هي اثنان اثنان اللي هي ماذا اللي هي ا اذن بما أنه يخترقه اسمعوه جيدا في نقطة التي يخترق فيها الماماس يخترق المنحن فإن تصبح لنا نقطة انعطاف هذه موجودة من خواص نقطة انعطاف أنه إذا الماماس اخترق المنحن فذلك هي نقطة انعطاف لو نأتي الآن مثلا وأرسم لكم هكذا مثلا ونأتي إلى هذا الماماس ها هو يخترق هذه كلمة يخترق في هذه النقطة مثلا في هذه النقطة تسمى نقطة انعطاف أما بقية النقاط الأخرى فإنه يمسه فقط يعني يأتيكم على شكل ماماس كما أشير هنا بالخط الأحمر فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الذي بعده قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي X فإن F لX تسوين X في X ناقص 3 الكل مربع إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا أن هذه القيمة صحيحة هنا ما علينا إلا أن نقوم بنشرها لما ننشر هذه القيمة علينا أن نجد هذه القيمة وانتهى الأمر فتصبح لنا ماذا تصبح لنا X في ننشر أولا هذه التي بالداخل لأنها في عملية هذه الأمور الأولوية للقوة فتصبح لنا متطابقة الشهيرة رقم 2 تصبح لنا مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء معناها ناقص 6 X تساوي ننشر الآن هذا في هذا تصبح لنا X قوة ثلاثة في هذا زائد 9X ثم في هذا ناقص 6X مربع نرطي تصبح لنا X قوة ثلاثة ناقص 6X مربع زائد 9X وتساوي لنا X الأولى فقط أبنائي نقول هنا ومنه وانتهى الأمر بعدما أجبنا على هذا السؤال سوف نأتي إلى السؤال الذي بعد إذن السؤال الذي جاء بعد قال جد إحداثيات نقط تقاطع المنحن CF مع حامل محور فواصل إذن نكتب هنا إيجاد إيجاد ماذا إحداثيات نقط تقاطع ماذا تقاطع CF مع محور فواصل وهو X X فتح هنا اسمعوا جيدا معناه لو نلاحظ وهنا في الرسم مثلا هذا ليس رسم الدلة إنما مثال فقط لو يأتينا هكذا مثلا هو يريد أن نجد هذه النقطة ومثلا وهذه النقطة لو نسقطها على محور ثلاثيب كم سيفر ومن هنا سيفر فنقول لإيجاد لإيجاد ماذا لإيجاد نقط تقاطع هذه دائما نحفظها تقاطع CF مع محور الفواصل يا أبناء إذن حفظوها نحل المعادلة F لإيكس تساوي سيفر هذه حفظوها لإيجاد نقطة تقاطع مع محور الفواصل نقول نحل المعادلة F لإيكس وهي الدال هذه عبارتها نجعلها تساوي السيفر أما لإيجاد نقاط تقاطع مع محور ثلاثيب نحسب مباشرة F لسيفر F لسيفر وانتهى الأمر أما في هذه الحالة نحل المعادلة إلا أن هذه عبارة عن جداء عددا يساوي السيفر فإن إما الـ X هو الذي يساوي السيفر معنى إما هذا يساوي السيفر أو قلنا جداء عددا يساوي السيفر دائما واحد يساوي السيفر أو X ناقص ثلاثة مربع هو الذي يساوي السيفر أولا X يساوي السيفر انتهى الأمر بما أن هذا الأمر ناقص ثلاثة هي التي تساوي الصفر معناه X يساوينا ثلاثة فنكتب C F تقاطع X X فتحة تساوي لنا النقطة الأولى X كان صفر والإقلاق مباشرة صفر قلنا الإقلاق مباشرة صفر وعندنا الإقلاق ثلاثة والإقلاق مباشرة صفر لأن التقاطع مع محور فواصل هذا إقلاق يجب أن يكون يساوي لنا مهما كان الإقلاق يساوي لنا صفر فقط أبنائي بعدها نأتي إلى السؤال الذي جاء بعدها الذي قبل الرسمة قال أحسب ماذا F لأربعة إذن نكتب هنا حساب F لمن لأربعة فنعوذ هنا بأربعة وهنا بأربعة وهنا بأربعة فماذا ينتج سبح لنا أربعة في أربعة ناقص ثلاثة هو واحد مربع وتساوي لنا كم أربعة إذن صورة الأربعة هي ماذا هي الأربعة فقط أبنائي ثم نأتي بعدها إلى الرسم إذا نأتي إلى الرسم لاحظوا جيدا فيما يخص الرسم فيما يخص الرسم أول شيء أنشئ المماز هنا لإنشاء المماز المعروف أننا نستعمل جدول المساعد X و Y كيف أبنائي يعني الكثير ربما لا يجيد هذا الأمر هنا نستعمل جدول مساعد نعطي لل X مثلا نعطي له صيفر تخيلوا ال X لو نعطي له صيفر عوضوا هنا بصيفر كم يصبح ال Y ال Y يصبح لنا كم؟ ثمانية إذن نضع هنا ثمانية تخيلوا ال X لو نعطي له إثنان سبحانة كم هذه ناقص ستة ناقص ستة زائي الثمانية إنها إثنان إذن النقطة ما هي النقطة التي يمر عليها؟ صيفر مع ثمنية اللي هي ها هي إذن ها هي النقطة الأولى النقطة الثانية هي إثنان 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 معناها تكون في هذا الموضع ثم نقوم بالربط ما بينهما بالمسطرة لنتحصل على ذلك ما نسميه المماس T ها هو المماس T ونسميه T لكن لا ننسى أن المماس T كان عند الفاصلة كم إثناني قد أعطيت لنا هذا الأمر قال احسب هذه هي النقطة التي اسمها E يقول أحدكم متى هذا يا أستاذ ها هي أبنائي وركزوا معي ألم نقل لاحظوا جيدا ها هي E اللي هي المماس عندها عند النقطة E2 نعم إنها ذلك إذن فتصبح لنا هذه النقطة عندنا كذلك عندنا النقطة 4 4 4 4 هي نقطة مساعدة 4 4 ها هي النقطة 4 4 كما تلاحظوا نقطة حمراء عندنا نقاط تقاطم مع محور فواسي عندنا 0 0 ها هي 1 والأخرى كم وعندنا 3 مع 0 ها هي النقطة الأخرى ثم ننطلق في عملية الرسمة أولا عندنا هنا الكثير يقول يا أستاذ أنا لا أجيد عملية الرسمة لاحظوا جيدا أبنائي أولا عندنا لو تلاحظنا جيدا هذا يشبه الجبل انظروا أليس مثل الجبل؟ نعم ما هي الإكس؟ الإكس هي القيمة واحد ها هي واحد مع ماذا؟ مع أربعة فتأتينا في هذا المكان نضع شيء يشبه الجبل هكذا كما أشير ثم عندنا شيء يشبه الحفرة ها هو أمامكم كم؟ الإكس ثلاثة والإقلاق سفر معناه في هذا الموضع هنا كما أشير ها كذا ثم ننطلق في عملية الرسمة الآن انتهى كل الشيء معناه كيف يأتينا الرسم؟ الذي يكون هنا في الجبل ماذا يفكر؟ يفكر من هنا أن ينزل ها كذا واحد ويشمل تلك النقطة بعيد حتى يكون نأتي من هذا النقطة ونرتفع ها كذا إلى غاية هذا المكان وفي الأصل هو جاء من الأسفل يعني جاءنا من هنا وبدأ بالصعود إلى هذه القبة هنا ثم ينزل لكن حذاري أن تجعلها كذا لا لأننا قلنا المستقيم الأزرق هو مماس يعني يأتيكم ها كذا إلى غاية هذا المكان ويتوقف ثم هذا الذي يكون هنا في هذه الحفرة يأتي من هنا وينزل إلى هذا المكان ثم يصعد ليمر على هذه النقطة ذات الإحداثية أربعة أربعة يعني هكذا ثم يبدأ بالصعود فهذا الذي نسميه C F وها هو أمامكم يعني هنا في الجدول يظهر ها هو عفوا إذا لاحظوا جيدا إذا قلت من هنا سعد هكذا ثم نزل إلى هذه القيمة ثم أعاد الصعود فقط أبنائي إذن وفي الأخير أبناء وبنات العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ألا وهي صفحة الأستاذ نورد ديين ليصلكم جديدا عبر الفيسبوك وفقكم الله إلى ما يحب ويرضع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر